التدرب على حل وضعية المشكل بتحديد المطلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكل بتحديد المطلوب إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى لرامي القطع النقضية التالية شرى صورة بـ 75 مليمن ضع علامة X أمام المطلوب في هذه الوضعية ابحث عن المبلغ الذي يملكه رامي ابحث عن ثمن الصورة ابحث عن المبلغ المتبطي الوضعية الثانية بمناسبة عيد الشجرة غرسنا 13 شجرة سنوبر و 11 شجرة ليمون كما غرسنا أشجار زيتون عددها أقل من عدد أشجار السنوبر بخمسة شجرات وأشجار سرو عددها أكبر من أشجار الزيتون بأربعة لون المطلوبة المناسبة لهذه الوضعية احسب عدد أشجار الليمون احسب عدد أشجار السرو احسب عدد أشجار الزيتون احسب عدد أشجار الصنوبر احسب عدد الأشجار احسب عدد أشجار الصنوبر